أهلا بكم حان الوقت ليكشف الغرب لمن باع أسلحته التي وصلت إلى سوريا هذه هي الخلاصة التي يخرج بها الكاتب البريطاني روبرت فيسك بعد التحقيق الذي كشف فيه وجود أسلحة أمريكية وأطلسية كان من المفترض أن تكون مخصصة للسعودية في المناطق التي كانت تسيطر عليها الجماعات المسلحة والإرهابية ومن بينها جبهة النصرى في سوريا متتبعا الأرقام التسلسلية لأسلحة وقضائف عثير عليها في سوريا كدليل على أنها الشحنة نفسها التي اشترتها الرياض تمكن فيسك من الوصول إلى مدير قسم الجودة في أحد مصانع الأسلحة في البوسنة عفة كرينيتش حيث أكد له أن هذه الأسلحة كانت قد شحنت لصالح مصنع في السعودية عام 2016 كرينيتش الذي وضع توقيعه كضمانة لجودة الأسلحة يتذكر كيف قام مسؤولون سعوديون بينهم وزير وعدد من الضباط بزيارة المصنع للتأكد من جودة الأسلحة قبل شحنها وذلك مطلع عام 2016 مضيفا أن إنتاج المصنع بالكامل يقضع لرقابة الولايات المتحدة وحلف النتو لمعرفة وجهة كل قطعة ينتجها يقول فيسك أنه التقى في الولايات المتحدة مديرا تنفيذيا سابقا في شركة طائرة هيوز الحربية وحين أخبره بما عثر عليه من أسلحة وبما تحمله من أرقام تسلسلية في شارك حلب أبلغه أن بعض هذه الصواريخ مصدره قواعد عسكرية أمريكية جزء من تلك الأسلحة يؤكد فيكس أنه تم بيعه لدول حليفة للولايات المتحدة والناتو وينتقد الكاتب البريطاني غياب أي آلية تحقيق لدى مصانع الأسلحة لضمان عدم وصول إنتاجها إلى داعش والمصر معتبرا أن لا مصلحة للناتو والاتحاد الأوروبي في تعقب مصادر الأسلحة التي وصلت إلى أيدي المسلحين في سوريا والشرق الأوسط ويقول فيسك أنه يجب عدم الاكتفاء بالتصريحات الرسمية التي تعلق على التقارير حول شحنات الأسلحة ومن بينها الرد السعودي على مقالتها الذي جاء خاليا من الإجابات الدقيقة على الأوراق والوثائق التي أرسلها لسفارة السعودية في لندن مستغربا توصيف الرياض الاتهامة الموجهة ضدها بالغامضة وغير المواثقة في دوء ما هو مثبت في الوثائق